الثورة الخميني كان لها تأثير كبير جداً على زمنية الحركات الهدية كان فيه شباب داخل منهم عبود الزمر كان له تقأثر بالحدث وكان الحدث مؤثر بشكل عام في العالم ككل حدث الثورة سنة 79 صورة الإسلامية في إيران كان زلزال ضد شاه إيران بعكمه والسافاك إلى آخر فكان له تأثيرات حتى على الشيوعيين حتى على النصريين حتى على قل قوى صورة غريبة ومفاجئة وقوية ومؤثر لكنهم تأثروا بها بطريقة أخرى بس بطريقة خايبة كمان يعني مش طريقة صحيحة لأن الصورة الإسلامية في إيران كان فيه تحالف شيوعي إسلامي كبير جرى فيها ثم انفراد إسلامي بالحكم بشكل أو بآخر يعني قصة أخرى طب حضرتك لما رجعت للتاريخ نعم نقطة البداية شاب متخرج من الجامعة كنت الاقتصاد العلم السياسية مهتم بالسياسة بشكل عام وقف عند اغتيال هذه الجامعة ليه الرئيس سادات فرجع يقرأ فيه التاريخ نعم هرجع يعني هاخد حضرتك لنقطة يعني للآن ثم نعود للتاريخ طبعا ده جميل بالنسبة لي نعم يعني في 30 يونيو لما خرج المصريين على جماعة الإخوان البعض يمكن مش عايزة أقول بسطحية ولكن بقراءة من على السطح كان شايف انه هذه لحظة ثورة على هذه الجماعة في اللحظة الرهنة بسبب فشلها بسبب اخفقتها بسبب نها لم تكن على القدر المتوقع منها لكن في التحليل العميق هناك من يرى انه ثورة المصريين على الإخوان في 30 يونيو ليست ثورة على اللحظة الرهنة بقدر ما هي ثورة على تاريخ هذه الجماعة يعني هنا المصريين كانوا بيقولوا موقفهم من تاريخ هذه الجماعة اللي بدأ سنة 28 إلى أي فريق الحسن طبعا إلى الفريق الثاني هي كانت ثورة على حسن البنة ثورة على تشكلات الأولى للتنظيم الخاص للإخوان في النصف الثاني من الثلاثينات وحقبة الأرجانان هي كانت ثورة على الذين اغتالوا الخازندار النقراشي ثورة على الاغتيال على فكرة العنف في التاريخ واستخدام العنف في الحكم والانفراد به وإقصاء الآخر كانت ثورة على تاريخ الإخوان على ثورة تاريخية بذلك أنا حتى في كتاباتي وفي ما كتبته عن 30 يونيو مؤخرا أسميتها كذا صورة تاريخية وليس صورة وطنية أو حاجة وطنية كانت حاجة تاريخية أكثر من كونها صدام في لحظات 30 يونيو وما قبلها وحركة التمرد وكل العمال النبيلة التي جرت أنا ذاك كانت ثورة على موروس كبير من كراهية الآخر من اختطاف وطن لوضعه داخل تنظيم وليس تنظيم في إطار وطن ثورة على العنف على مفاهيم اللي هو يتنقض مع الشخص المصري أحسنت ثورة على مفاهيم ثورة على فلسفة للحكم ثورة على روحية الأفقر والانتقام من الآخر المختلف معه يعني أنا وأنا بتذكر في تلك الأيام قبل تنتين يونيو بسبعة أيام في حادثة ربما الكثير لا يتوقف أمامها ولكن دلالتها مخيفة ده مقتل القيادة الشيعي؟ الشيعي يعني حتى كفار قريش لا يتم معه حسن شحط في أبو النمرس في 23 ستة آآ 2013 وعشرات حرائق الكنائس في مصر هذا الرفض للآخر الديني أو الآخر السياسي المختلف معك واستخدام لغة الإقصاء وأسلوب ومناهج الإقصاء ضدهم إلى وصول إلى الصدام مع الناس زر مع جماعة إخواني إخوان مع يسيطرون على الحكم مع مؤسسات عادئة يعني شرطة جيش أضاء إلى أخير لا كانت مع تاريخ ومع مجتمع ترجمة نانسي قنقر